في بلدة جابادا بجمهورية غينيا بيساو يكاد يكون جل السكان من عائلة واحدة النشاط الفلاحي المعيشي الى جانب الصيد يغلب على هذه القرية التي تطل على الماء من رأس بونتا دي جابادا في اسرة دونغو كان ابدلايا الابن البكر وكان يتحمل الكثير من مسؤوليات الاسرة الى جانب والده ماماد دونغو ولم يكن في حياة هذه الاسرة التي تتكون عدى الابوين من ستة افراد اخرين اربعة منهم بنات ما يجعلها مختلفة عن باقي الاسر وكان الاسان الاصغر سنا يفصله عن شقيقه الاكبر ابدلاي سبع سنوات في العام ثلاثة والفين كان الاسان في الخامس عشرة وهو سن صار يسند فيه اليه غير يسير من المهام في مقدمتها تفقد الاراضي الفلاحية التي تستغلها عائلة دونغو ولم تكن تلك مهمة يسيرة فكثيرا ما ضبط في تلك الاراضي من يحاولون السطو على ما فيها من طرائد او الاستحواذ على المحاصيل حين يحل موعد حصادها وقطافها ولم يكن المتطاولون على تلك الارض من سكان جابادا انفسهم ولكنهم يأتون من مناطق اخرى وكثيرا ما كان الامر ينتهي بمواجهات عنيفة ودامية في يوم من اوائل مايو طلب مامادو دونغو من ولده الاسان ان يذهب لتفقد اراضي العائلة وكانت زرعت ارزا وانطلق الفتى بعيد الفجر ولكنه لم يعد وقد مالت الشمس الى المغيب واثار تأخره في العودة قلق والديه وباقي افراد الاسرة كان ابد اللهي قد عاد لتوه من رحلة صيد مع رفاق له من القرية ولما سمع خبر تأخر شقيقه في العودة من الحقول انتابه احساس بان مكروها اصابه لم يتأخر لحظة في الانطلاق للبحث عنه لما وصل كان الافق متواهجا بلون الشفق تقدم وسط حقول الارز يناديه لم يأته رد توغل اكثر في الحقل فلاحظ بقعة بها اثر خطوات كثيرة ولم يستبعد ان تكون تلك البقعة شهدت معركة ما على بعد امتار قليلة شاهد شيئا ما مكوما ثم ان سمعه التقط ما يشبه الانات اسرع اليه فاكتشف شقيقه الاصغر ملقى على وجهه ناداه باسمه ولم يأتي منه الا تلك الانات ولما قلبه ظهر السكين الذي طعن به في الصدر ثم انه فتح عينيه وبدى له انه يحاول الابتسام ولكن شدة الالم تمنعه سرخ ابد الله يسأله من فعل به ذلك بعد جهد كبير سمعه ينطق اسما اجيبو نطقه متقطعا لفرط ما كان يعتصره من الام حمل ابد اللهي شقيقه والاسان على كتفه وخرج به من حقل الارز الموحل لما بلغ به منزل العائلة كان في الرمق الاخير وما لبث ان اعلن حكيم القرية وفاته عم منزل عائلة دونجو والصراخ والعويل وعلم كل من كان في القرية ان الفتى الاسان مات مقتولا بينما كان يتفقد حقل الارز انزوى ابد اللهي في غرفته المظلمة لم يوقد استراج ومضى يفكر في السبيل التي توصله الى قاتل شقيقه لم يكن اسم اجيبو الذي كان اخر ما نطق به الاسان غريبا عنه انه يعرفه شيدا كان اجيبو دودا في مثل سنه ويسكن قرية انتشودي وقد سبق له ان استضم به في الحقل نفسه حيث عثر على شقيقه وهو في انفاسه الاخيرة قد يكون جاء الى هناك لسرقة بعض المحصول او انه جاء يريد الانتقام في المرة التي استضم فيها بابدولاي انسحب وهو يجر اذيال هزيمة النكرى من الركن المظلم الذي اوى اليه كان يأتي نحيب والدته واخوته واصداء اصوات جيران جاءوا يواسون العائلة يعلم ابدولاي ان عليه ان يعد جيدا للثأر لدم اخيه ويدرك تمام الادراك ان افضل وجبات الانتقام تلك التي تؤكل باردا عليه ان ينتظر بعض الوقت حتى اذا ما وجهت ضربة الى عدوه كانت قاصمة قاضية لا يدري ابدولاي ما اذا كان اجيب دودا ارتكب فعلته بمفرده ام انه فعلها مع شركاء له في كل الاحوال فانه قتل فتى لا يضاهيه سنا ولا قوة ثم انه جاء معتديا كما جاء معتديا في المرة التي نال فيها من الجزاء ما كان يستحقه لما تنفس الصبح ولم يكن ذاق طعم النوم في تلك الليلة خرج من غرفته ومدى رفقة رجال من القرية الى المقبرة حيث حفر قبر شقيقه الاصغر الاسان روى تربته بغير قليل من دمع جرى من عينيه في صمت يرى ان الاسان ذا الخمسة عشر ربيعا حرم من حقه في الحياة وان جزاء اقيب دودا القتل وليس دون ذلك من جزاء ظهر ذلك اليوم غوري جثمان الاسان الثرى ودخلت عائلته في حداد ما لم يكن يعلمه ابدولاي ان قاتل شقيقه خرج هاربا من قريته انتشودي قبل ان تشرق شمس اليوم التالي للجريبة كان تضامن اهل قرية جابادا مع عائلة مامادو دونجو واسعا وصادقا الناس هناك لا يأمنون تعرض محاصيلهم للسرقة او الحرق من قبل غرباء عن القرية ويجدون في التضامن قيمة لا ينبغي التفريط فيها في خضم ذلك التضامن طلب ابدولاي من صديقين له استقصاء اخبار اجيبو بان يذهب الى قريته انتشودي ويأتي بالنبأ اليقين كذلك علما ان اجيبو خرج من القرية بعد ان اقترف جريمته وكان اهم ما جاء به صديق ابدولاي ان القاتل ودع عائلته واصدقاءه وابلغهم بانه سيأخذ طريق الهجرة الى اوروبا لم يكن في الانباء التي جاء بها ما يفيد بوجود شركاء لا اجيبو في جريمة قتل الاسان وقد ظن انهما لم يقوم بجهد كبير لمعرفة ذلك او لاكتشاف ما اذا كان باح بجريمته لاحدهم لم يعد ذلك هو الاهم لدى قناة تمودابا لا ابدولاي بل ان يدرك اجيبو ويأخذ بفأر اخيه لم يكن يخفى على ابدولاي ان سعيه الى الانتقام سيكلفه من المال والوقت ما قد يفوق ما يتوفر لديه من امكانيات وقد يكلفه حياته ولكنه يظن انه يستطيع رفع هذا التحدي وان الرحلة مهما كانت شاقة سيستطيع القيام بها وانجاز مهمته كاملة غير منقوصة هو الان في الثانية والعشرين وقد صار منذ سنين يتحمل غير قليل من المسئوليات في اسرته وانه قادر على ان يتقفى اثر قاتل اخيه الاسان ويقتله ومع كل تلك الثقة في النفس التي لديه يرى ان من واجبه ان يتدارس الامر مع والده كان قد انقضى اسبوعان على مقتل الاسان لما جلس الى والده المكلوم عرض عليه ما هو مقبل عليها انصت اليه والده بكثير من الامعان والتأمل بدى مترددا في الموافقة على خطة ابدولاي ولكنه لم يعارض فكرة الثأر لدم ابنه الاصغر الذي راح ضحية مجرم من قرية انتشودي وبعينين دامعتين اعلن مامادو دونجو موافقته على الخطة والح على ان تنفذ مع الحرس على عدم استثارة قرية انتشودي واتفق على ان ينطلق فجرا دون ان يخبر احدا بتحركه سلمه والده بعض المال وحمل في كيس من ثوب لا زال يحمل اسم نوع من الارز بعض الملابس وتمنطق بسكين واخذ في يده هراوته لما خرج كانت القرية تغط في نومها رافقه والده حتى مشارف الطريق التي تنطلق الى انتشودي وعانقه بحرارة ودعا له بالتوفيق في مهمته مشى الشاب عبر حقول الارز نحو ساعتين قبل ان يبلغ مشارف انتشودي وبتلقائية وقف واطال النظر الى القرية النائمة ثم واصل السير الى ان بلغ الشاطئ كان عليه ان ينتظر ظهور قارب يقله الى الضفة الاخرى فكر ابدولاي في التجول قليلا في شوارع العاصمة بيساو عله يصادف في طريقه ذاك الذي يبحث عنه حرارة مطلع يونيو مرتفعة والرطوبة العالية في الجو لم تكن من العوامل التي تشجع على البقاء طويلا في بيساو امضى هناك ثلاثة ايام التقى معارف له منهم من اكد له مرور ااجيبو من هناك قيل له انه توجه الى زيغينشور عاصمة اقليم كازامونس في السنغال كان في تلك المعلومة ما يؤكد ما جاء به صديقاه من قرية انتشودي والتي تخبر بانه يريد التوجه الى اوروبا يعلم ابداللاي ان لا سبيل امام ااجيبو الا البحث عن مهربين ينقلونه الى جزر الكناري فقد سمع منذ فترة بوجود شبكة لنقل المهاجرين الى ذلك الارخبيل البعيد وكانت رحلات الهجرة غير القانونية تلك تنطلق من نقاط عدة على سواحل غينيا بيساو نفسها وعلى ساحل جامبيا قد لا يكون قاتل الاسان تمكن من الابحار في كل الاحوال سيظل يبحث عنه من حيث ما مر وكذلك توقف في مدينة كانتشونغو جال في شوارعها عدة ايام ولم يكن قد زارها من قبل وعلى مدى تلك الايام التي انضاها هناك لم يصادف احدا ممن يعرفهم ولم يثمر بحثه المضني عن ااجيبو لاحظ ان ما قدمه اليه والده من مال بدأ ينقص ولذلك فكر في العمل من اجل توفير ما يكفي لبلوغ جزر الكناري وقد تمكن من الحصول على عمل في احد المطاعم وكذلك مدد مقامه في كانتشونغو وتمكن من ربط علاقات مع بعض زملائه في العمل على بعد 120 كيلومترا من كانتشونغو في ساود دومينغوز كان ااجيبو قد امضى عدة ايام يتسكع في المدينة كان واضحا من ملامحه وهندامه انه غريب عن البلدة وبعد ان ظل يقتات على ما يتصدق به عليه من طعام تمكن اخيرا من ان يجد عملا في ورشة لاصلاح القوارب وحسب عمله ذاك فأل خير وان ابحاره الى اوروبا لن يتأخر وقد دار بخلده اكثر من مرة ان يستولي على واحد من تلك القوارب الصغيرة وينطلق بها في النهر انتهاء الى المصب ثم يمخر بعد ذلك عباب المحيط كذلك كان يحلم وحين يعود من حلم اليقظة ذاك يرى جليا استحالة تنفيذ ما يجول في خياله كان مطمئنا الى ان جابدا وانتشودي بعيدتان يظن ان ذلك الفتى الذي قتله في حقل الارز قد ووري الثرى ولاهله ان يعيش حدادهم ويتجرع احزانهم هو الان بعيد عن قريته انتشودي ولن تصل اليه يد الثأر والانتقام كلما امحن التأمل فيما جرى قال لنفسه انه انتقم للاذلال الذي تعرض له على يد ابدولاي شقيق الاسان لا يبدي اسفا لقد اخذ الوجهة التي لن يعود منها لقد انتهى كل شيء يخصه في انتشودي لن يعود الى هناك في عمله وهو الاول في حياته كان اجيبو يمضي النهار يعيد صباغة القوارب التي يستعملها الناس في ساو دومينغوس وما حولها في التنقل عبر المجاري المائية العديدة التي تربط اوصال تلك المنطقة وكان يشد سمعه وكل اهتمامه ما كان يدور في الورشة من احاديث حول رحلات الهجرة غير القانونية وكذلك سمع ذات يوم من يحكي عن رحلات تبدأ من المياه قبالة كابسكيرينغ التي تقع مباشرة بعد الحدود مع السينيغال علم ان الابحار يتم ليلا وان قوارب للصيد الساحلي تتولى نقل المرشحين للهجرة الى المياه الدولية حيث تكون على موعد مع سفينة تجارية تربط اليها تلك القوارب فتقطرها حتى تصير قبالة جزر الكناري كان ذلك في نظره مدهشا ولو انه محفوف باخطار لا ينبغي الاستهانة بها رسخ في ذهن اجيبو ان تلك هي الطريق التي سيسلكها في هروبه من غينيا بيساو وصار يمهد للوصول الى من يقف وراء تلك الشبكة في مدينة كانتشونغو كان ابد الله يعمل بجد من اجل توفير المال الكافي لرحلة اللحاق باجيبو والثأر لدم الاسان والعودة منتصرا الى جبادة بما يشفي غليل ابويه واخواته لم يخفي ابد لاي عن زملائه في العمل رغبته في الرحيل الى اوروبا ولكنه لم يأتي يوما على ذكر الاسباب التي تكمن وراء رغبته القوية تلك في ركوب البحر الى المجال الاوروبي في صيف العام ثلاثة والفين كان اجيبو دودا قد امضى نحو ثلاثة اشهر في ساو دومينغوس بعد ان غادر قريته انتشودي خوفا من ان يأتي من يقتله ثأرا لدم الاسان دونغو اليافع ذي الخمسة عشر ربيعا من قرية جبادة الذي حاول ان يثنيه عن سرقة بعض المحاصيل فوجه اليه طعنات قاتلة وتركه ينزف في حقل الارز يظن نفسه في مأمن هنا في ساو دومينغوس وقد وجد عملا في ورشة لاصلاح القوارب ولكنه لم يتخلى عن قراره بالرحيل ابعد من ساو دومينغوس ومن غينيا بيساو كلها لقد وضع اوروبا غاية لرحلة الهروب التي بدأها منذ مايو من العام ثلاثة والفين لم يكن يعلم وان له ان يعلم ان ابدولاي دونغو الشقيق الاكبر لالاسان قد خرج في اثره يطلب رأسه لم يكن يعلم ان ابدولاي يوجد على بعد مئة كيلومتر في كاتونغو يعمل في مطعم هناك مترقبا ان يتوفر لديه من المال ما يمكنه من مواصلة رحلته كان يعلم ان اكيبو يريد الفرار الى اوروبا وقد عزم على مطاردته هناك وان لا يعود الا بعد ان يتم المهمة التي من اجلها فارق اهله في قرية جابادا من خلال العلاقات التي اقامها مع زملاء له في العمل ومع بعض الزبائن الاوفياء تمكن ابدولاي من ان يكون فكرة اولى عن امكانية الهجرة غير القانونية الى اوروبا كان هناك سماصرة ووسطاء بين الراغبين في المغامرة وشبكات التهريب وسمع كما سمع بذلك اجيبو بتلك الرحلات التي تنطلق من كابسكيرينغ التي تقع مباشرة بعد الحدود مع السينيغال كان المبلغ المطلوب يتراوح بين الف و الف وخمسمائة يورو اي ما يعادل ستة وستين الف الى خمسة وسبعين الف فرنك ولم يكن هينا توفير ذلك المبلغ بل انه بالنظر الى الاجر الذي يتقاضى في ذلك المطعم يكاد يكون مستحيلا ولكن ذلك لم ينل شيئا من اسراره على مواصلة رحلة الثار تمكن اجيبو من التعرف على احد سماسرة الهجرة غير القانونية قدم نفسه باسم فليب مجردا من كل لقب اخر كان رجلا يبدو في الاربعين وكان ما يثير الانتباه فيه نظاراته الشمسية الواسعة التي تغطي نصف وجهه ولم يكن يتخلص من تلك النظارات حتى بعد ان تغيب الشمس ولم يكن احد يجرؤ على التعليق على ذلك قد يكون فليب يريد اخفاء وجهه وربما كانت له في نظاراته السوداء تلك مآرب اخرى قال له ذات مساء لما التقي في الورشة انه سيخفض له ثمن الرحلة ان هو اصلح له قاربة ودون ان يدع له فرصة للتعليق اضاف انه ما قدم له ذلك العرض الا استجابة لرجاء من صديق مشترك رأى اجيب ان العرض الذي قدمه فليب مغري بالنسبة لشاب في مثل قواه البدنية لم يكن عصيا عليه القيام بالمطلوب ومنح قارب فليب عمرا جديدا بل انه قرر ان يبذل من الجهد اقصى ما يمكنه للاستجابة لطلب سمصار شبكة تهريب البشر امضى ساعات طوالا ينكب على معالجة ذلك الزورق المصنوع من جذع شجرة حتى اعاده الى الحال التي كان عليها يوم وضع على الماء للمرة الاولى وطلاه بمواد تحميه من تأثير المياه ومن التسوس ثم انه منحه لونا بنيا فاتحا واصلح المجذاف وصبغه بلون اخضر كان يشتغل على ذلك الزورق فيما بعد اوقات عمله في الورشة بعد عشرين يوما جاء فليب ليستلم زورقه كادت تسقط على الرمل نظارتاه السوداوان وهو يقفز فرحا عانق اجيب بحرارة واوحى له بانه سيترجم رضاه ذاك وفاء بوعده في الحقيقة لم يكن صاحبنا فليب ليخسر شيئا ما سيقوم به ان يسلم اجيب للمهربين سينتهي دوره هناك ان نجا ونجح في بلوغ ارخبيل الكناري فذاك وان لم ينجح وابتلعه موج المحيط فانه سيكون ذاك قدره اما هو فليب فسيبقى على اليابسة وسيكون بامكانه ان يستمتع بزورقه في المجار الهادئة وبينما بدى لاجيب ان ركوب المحيط صار قريبا وفي متناول اليد كان ابدولاي يجهد نفسه في العمل ابتغاء مدخول اضافي ما كان يخفف مما يعانيه ان صاحب المطعم وفر له المأكل والمأوى وفي ذلك ما يوفر عليه مصاريف لا يستهان بها كان الشاب حين يأوي الى فراشه يمضي من لياليه اوقاتا تمتد احيانا الى الثلث الاخير من الليل يفكر في تلك المهمة التي اوكلها الى نفسه ان يأخذ بثأر اخيه وكان في كل مرة يخلص الى ان المسافة بينه والهدف الذي خرج من اجله تطول صار يفكر في الرحيل عن ساو دومينغوز فكر في التوجه الى زيغنشور في اقليم كازامونس في السينيغال ولكنه خشي ان يعلق هناك وان يضيع منه المزيد من الوقت ما يقرب من اربعة اشهر انصرمت الان على خروجه من قريته جابادا لا يخامره شك في ان والديه واخوته يساورهم الان قلق على ما قد يكون اهل اليه سفره ويعلم ان لا احد سيذهب اليهم باخباره ذات مساء من شهر غشت من العام ثلاثة والفين طلب ابدالله مقابلة صاحب المطعم الذي يعمل فيه منذ اكثر من شهرين ونصف الشهر ابلغه بانه سيترك عمله نهاية الشهر هاول رب المطعم ان يقنعه بالبقاء لما لمس فيه من الجد والتفاني في العمل بل انه وعده بزيادة هامة في الاجر ولكن ابدالله رفض العرض لم يكن رب المطعم يعلم ان ما يسعى اليه يتجاوز لديه اهمية المال هو في سباق ضد الزمن للثأر لدم شقيقه الاصغر ويرى ان ثأره كل ما عجل باخذه كان افضل في اخر غشت تسلم اجره وزاده صاحب المطعم عليه مبلغا من بضعة الاف الفرنكات وودعه كان قد نضج في ذهنه ان يتوجه الى اقرب بلدة من كابس كيرينج كل المناطق التي سيعبرها ستكون قناة تمو دابي له اكتشافات جديدة صباح ذلك اليوم قبل ان ترتفع الشمس في الافق خيم على ساو دومينغوس داباب كثيف كان اجيب على موعد مع فليب عند النهر غير بعيد عن ورشة اصلاح الزوارق جاء يسوق سيارة نفعية محركها يمزق صمت المكان وتأتي من عادمها رائحة بنزين غير مكتمل الاحتراق توقفت السيارة وظل محركها يلهث اشار فليب الى اجيب ان يركب القى بما معه من متاع في صندوق السيارة وركب الى جانب فليب للمرة الاولى سيراه بدون نظاراته الشمسية الواسعة قال له انهما سينطلقان الى زيغنشور اولا قبل ان يواصل طريقهما الى كابسكيرينج لم ينطق اجيب كلمة واحدة واكتفى بان حرك رأسهم موافقا عم الصمت مقصورة السيارة مسافة طويلة ثم لاحظ ان فيليب انحرف عن الطريق المعبدة واخترق مجالا غابويا كثيفا التفت اليه وقال له لا تخف ساتبع هذا المسلك تجنبا للمراقبة على الحدود اذا صرنا داخل التراب السينيجالي فسنكون قد حققنا المبتغى الضباب يصدل ستاره الناصع على الغابة احس اجيب بلا ساعات هواء بارد يأتي من الخارج لم يكن يرى من الاشجار الا اشباحا وظلالا ثم بعد مسافة في فسحة بين الاشجار توقف فيليب وطلب منه ان يسلمه الثلاثين الف فرنك التي اتفق عليها ثمنا للرحلة الى جزر الكناري كان المبلغ في جيبه اوراقا نقدية لفها بعناية اخرجها وسلمها له ابتسم فيليب حتى كادت وجنتاه المكتنزتان تخفيان عينيه ثم قال انه سيفي بوعده كاملا انطلقت السيارة من جديد ومن بين الاشجار الكثيفة خرجت لتواصل على طريق الاسفلت خرجت من فم فيليب قهقهة غير مكتملة وقال نحن الان في السينيغال ثم اتم قهقهته اضاف انهما لن يدخل زيجنشور وسيواصلان الى كابس كيرينج بدى الرجل متعودا على التسلل عبر الحدود بين غينيا بيسا وسينيغال استغرقت الرحلة زهاء ساعتين لما وصل كابس كيرينج كان الصبح قد انبلج وخفت وطأة الضباب اكتشف اديبو منتجعا سياحيا لم يرى مثله قط كان يود لو يتجول قليلا هناك ولكن فيليب قال ان الوقت الذي لديهما لا يسمح بذلك ايقظ محرك السيارة وانطلق في مسالك رملية مبتعدا عن المنتجع قاده الى كوخ اقيم وسط بؤرة غابوية تطل على المحيط وقد فاجأه وجود ثمانية او تسعة اشخاص داخل الكوخ اخبره فيليب بان عليه ان ينتظر هنا مع المنتظرين وان هناك من سيأتي ليأخذهم بعد المغيب رسم على وجهه ابتسامة عريضة ومرة اخرى كادت وجنتاه تخفيان عينيها اقفل الباب ثم انصرف بين كانتشونغو وازيغنشور لا توجد وسيلة للتنقل الجماعي ولذلك اضطر ابدولاي الى قطع المسافة سيرا على الاقدام كانت رحلة متعبة استغرقت ما يقرب من يومين اكتشف مدينة كبيرة مشى في شوارعها متفحصا متأملا مشدوها ودى لو استطاع ان يمكث بها ولكنه عازم على الذهاب الى كابسكيرينغ عله يتصل بمن يجعله يبحر الى جزر الكناري يظن ان قاتل شقيقه قد سبقه الى هناك لم يكن يعلم انه لما وصل الى كابسكيرينغ لم يكن قد انقضى سوى ثلاثة ايام على ابحار عدوه فقد جاء مساء اليوم الذي اودع فيه ذلك الكوخ مع اخرين جاء ليلا من قادهم الى الشاطئ واركبهم قرب صيد انطلق بهم الى عرض المحيط يواجه موجا صاخبا ولما لم يعد يظهر لهم شيء من كابسكيرينغ توقف القارب انتظر نحو ساعة ظهرت سفينة تجارية خفت سرعتها دون ان تتوقف اقترب منها القارب وربط بها بحبال سميكة كان على ظهر الباخرة من ساعد على شد الحبال امدى ابدالله ثلاثة ايام في كابسكيرينغ لما التقى في مطعم هناك من توسط له لدى المهربين وتم الابحار وفق السيناريو نفسه الذي ابحر به اجيبو وبعد يومين في مياه المحيط ولما بلغت السفينة التي قطرت قاربهم قبالة ارخبيل الكاناري تم فك الحبال وتوجه بهم القارب الى ساحل الجران كانارياز ولكن زورقا للبحرية الاسبانية اعترض طريقه واقتيد الجميع الى مرفأ بوسيتو بلانكو لم يكن الذي حدث مستبعدا في حسابات ابدولاي بل انه يعده نجاحا لمرحلة اولى في رحلته بعد فحص اخضع له المهاجرون تم نقلهم الى مركز للايواء في انتظار ما سيتخذ في حقهم وقد فوجئ ابدولاي والذين كانوا معه بوجود عشرات من المهاجرين الافارقة في ذلك المركز كانوا موزعين على عدة غرف وكان يسري بينهم حديث حول نقلهم قريبا الى شبه الجزيرة الايبرية في اليوم الثالث من وجوده في ذلك المركز رأى اجيبو بين النزلاء احس بشحنة قوية تخترق جسده حتى انه كاد يقع ارضا تماسك وعاد الى الغرفة التي تؤويه عليه ان يفكر مليا فيما سيفعله كان قد فقد سكينه وهراوته اخذه ما منه خفر السواحل الاسبان ثم انه اهتدى الى ضرورة التنكر حتى لا يتفطن اجيبو الى وجوده صار يراقبه من بعيد ويتحاشى اللقاء به في الساحة او في المطعم ولما ايقن انه لم يتعرف عليها قام باخفاء سكين اخذه من المطبخ لقد قرر ان ينتقل الى الفعل وهو يحرص على ان لا يثير انتباه اي كان التكتم عملته فيما هو مقبل عليها مساء اليوم الثامن من وجوده في المركز بعد ان اهول جميع الى غرفهم تسلل الى الغرفة التي ينام فيها عدوه اللدود كان يعم الغرفة غطيط بايقاعات مختلفة من النافذة يأتي ضوء خفيف من المصباح الذي يتدلى من سقف الممر كان كافيا ليتعرف على اجيبو مشى بين الاسرة حافي القدمين يخفي سكينه في كم قميصه ولما ايقن انه هو استل السكين وبسرعة جنونية وعزم على القتل وجه اليه ثلاثة عنات على مستوى الصدر صدرت منه صرخة لم تكتمل سمعها وهو يسرع نحو الباب ولكن احدهم ايقظته تلك الصرخة فاضاء الغرفة كان عند الباب لم يلتفت واسرع الى غرفته من بعيد كانت تصله اصداء الجلبة التي تلت طعن اجيبو لا يدري ان كان مات او تم اسعافه يكاد يجزم ان لا احد تعرف عليه وهو يهرب الى غرفته ما لم يكن يعرفه ان البصمات التي رفعت من قبضة السكين قادت اليه مباشرة لعله نسي ان الشرطة الاسبانية قبل ان تدفع به الى مراكز الايواء قامت باخذ بصماته وبصمات كل الذين كانوا معه قبل ان يتنفس الصبح كان في قبضة الشرطة هناك علم ان اجيبو لم يسمد لتلك الطعنات ومات من فوره توبع ابدولاي دونجو بتهمة القتل العمد وحكم عليه بالسجن ثمانية عشر عاما ومن سجنه بعث رسالة الى والده ماما دونجو يخبره بانه نجح في قتل قاتل شقيقه الاسان جمع الرجل كل افراد عائلته في جبدا وطلب ان تقرأ الرسالة على مسمع من الجميع كان قد انقضى نحو عام كامل على خروج ابدولاي يطلب رأس اجيبو دودا موسيقى اشتركوا في القناة